يمكن أن تكلموا على بعض المغالطات بعض المرات يمكن أن تكلموا على تنظيف البشرة أو لأسوان الفيزاج التي نقول بعض المرات لكي يمكنك أن تقلوا كل أسبوع لكي يمكنك أن تقول لك عندي مناسبة لكي نعملوه البشرة دي لكي يكون لديها أعلى ما فيها شي مشكل فأحنا تكلمنا بداية أن أقل شي هو أن الإنسان ينظف الوجه دياله بالموصابون أو للجال المناسب النوعية البشرة دياله يكون كافي لكي أن بشرتك تتنفس سوان الفيزاج أو التنظيف العاميق للبشرة نريد أن نعرفوا معاك الدواعي دياله إمتى الإنسان خاصوا يعملو سيبغي العروسة وخان قول لما تديرو الشراء منك يقرب العروس دياله خاصة تديرو لأنه كي يكون باك إذاك ضروري من الأشياء المهمة من العروس هنا شنو إمتى نقدرون نديروها دكتر وشنو الدواعي دياله باش نصحو كيفما قلنا شنو تنظيف البشرة تنظيف البشرة ماشي حل معجزة لمشكل بشرة مزمين حتى رامل المسمة دياله تنظيف هو حل لمشكل جلدي والتسمية ديال تنظيف البشرة ديالت عند الناس اللي عندهم الحبوب هم أهم فئة اللي كتستافد من تنظيف البشرة مثل تكلموا على الحبوب أو حب شباب أفكت شموكش يقدر يكون مقيح ويكون لقيح ونخوي ذاك اللقيح عن طريق عمل جراحي يقدر نخوي الرؤوس البيضاء والروس والرؤوس السمراء وهناك كان عطي فرصة للبشرة أنها تنفس وتستافد لي من الدواء المرافق لتنظيف البشرة وهذا هو اللي بغينا نشرحه ما كي شي حاجة اسميتها حل معجزة للبشرة بتنظيف البشرة تنظيف البشرة يكون جزء من علاج إلا كنت ما ديرش العلاج هذاك تنظيف البشرة لا يساوي شيء لأنني كان خوي في نيجي دوك زفت الناس يسحبوا رأسهم مخصوم يديروا والو البشرتهم وينوضوا مرة في سمانة ولا مرة في 15 يوم ويتوجهوا شي مركز ولا شي عند شي طبيب ويقول لي هدير لي لأن هذا الرغبة يومية كنت معها من المرضى ديالنا أنا جيت اليوم غي على تنظيف البشرة هذاك تنظيف البشرة ما عنده تمنى لما كانش عندك واحد لاغوتين في الدار بما فيها غسول البشرة ترطيب البشرة حماية البشرة من أشياءات الشمس وعلاج المشكل الجلدي اللي هو خلالك ذيك البشرة يتراكم فيها دوكتر الصبات اللي هم حبوب واللح ويشخرين دوك إلا أنا كان فكر أن هذاك تنظيف البشرة راحل بحل بطونة غنورك عليها بشارتي غات نوت صباح توليزوينة هذا هو المغالطة اللي خطط صحي عمر هذيك البشرة ما توليزوينة إلا ما كانش عندي انغوتين بالغاليل في الدار نعم وبها كان نوجد ومنورها كانستمر في استعمال ديالها باش نتحف داكليفة بوزيتيف ديال تنظيف البشرة داكليك لا ودك النظارة اللي كي بكتو عليها الكل أكيد مرحبا بالأسئلة ديالكم على سفر خمسة تنين وعشرين ستا وتلاتين والتعليقات ديالكم مباشرة حنا منيسة نتكلم على خاص ويكون نوحد البروتوكول يومي او لا قلت فيال ديالنا ديال كل نهار هنا بدينا بنت تنظيف ديال البشرة شو الحاجة اللي خاصنا نعملوها باش البشرة ديالنا تبقى بشرة اللي هي على الأقل مزيانة تبقى بشرة اللي عندهم مشاكل يا إما اللاكني أو الحبشباب يا إما دكتة صبغات يا إما دكتة صبغات بزاف تجائد شي حاجة من هذا القبيل اللي كتتتدعي علاجات وكتتتدعي كذلك ربما ديسوان يعني اللي خاصمي يعملوهم هنا شنون الترتيب ديالكم دكتة اللي نقدرو نمشيوا بيه اللي يمشيوا بيه جميع أنواع البشرة أولا كلها بشرة على حيضة فكتة إلا بغنا نقوله هنقوله ثلاثة عند الناس كاملين غسول مرتب حامي الشمس هادو ثلاثة عند الناس كاملين إلا بغنا نزيدو واحد الحاجة انكور بلوس اللي غنحتاجوها كاملين المحتجين يجبه هم مضادات الأكسادة لأنها بصرة بطبيعتها معرضة لنهار نحمي راسي من ظهور مشاكل جلدية مفاجئة كيتزاد عليهم حويش خرين اللي هما على حسب المشكل الجلدي اللي كانشكي منه عندي الحبوب خسني دوات الحبوب عندي ليطاش خسني دوات ليطاش عندي تراهولات البشرة خسني أدوية مغدية للبشرة بوح طريقة لي هي كتر من الترتيب العادي دوك هنا بغينا نديرو تخوس ديال أي واحد عندو ولا همه بشرطو وما بقاش باغي يدير واحد باغي القراصو انغوتين اللي هي انني هندر البشرة بطبيعتها خسا تنظف كيف ما قلنا باش ما يتراوش أصلا دكترا الصوبات خسني نترتبها كسس وزيتية مختلطة حساسة كيف ما كانت وخسني نحميها من أشياء الشمس لان عايشين في مغرب والشمش العام كامل كيب قالي المشكل الجلدي اللي كانشتر مع الطبيب ديالي علي ولي كيعتيني على حسب المرحلة المرادية ديالي حبوب اش من مرحلة تسبغات اش من نوع تراهولات ولا واش عندو يحولوا الغيب الكريمات والجميلية مرافقة دوك إلا ما عرفتش المشكل ما غنقدرش نتوجه للبحث عن الحل ممتاز و باش نتوجه ولا بحاجة نكون محمل نكون محمل بواحد دو نصان دو باز عندي واحد الحاجة خسني مقنديرها يعني ما عنديش واحد البوتونة غنورك علىه تحلي المشاكل وعندي إلا وصلت الواحد المرحلة أنه عندي شوائب في البشرة ديالي عاش نمشي ندير النتوياج دوكو وتيكون النتوياج ميديكالي نتوياج بطريقة اللي هي غيت كريمات كنحط من الوجه لها البشرات تنكر الخير لها الاخر كتعوتين يتبغي كريمات اخرين لما عتيش لهم كترجع الاصل ديالها وكتعطي النتائج والخسائر اللي كانوا فيها قبل نعم باش غل نفهموا معاك يعني أن البشرات ديالي على العموم يعني للإنسان فعلا كيدير هاد الروتين البشرات دياليو هادا ما فيها بس أنه واحد المرة فش حال أنه يعمل هاد السوان وخبجة سمسلومة يعني ما كتعانيش من حبش باب من هاد الشي كامل باش نمشيو أنه لأنه في سيفغي الناس كتبغي تعمل هاد السوان كتبغي أنها سيفغي خاصنا نعرف وعاد منا نمشيو هدا أول ربما بيت القصيد أن الإنسان خاص يعرف عاد من غادي هاد حاجة تاني شي غان بغي نعرف معاك كذلك ربما مني سنتكلموا على أنه خاص واحد البروتوكول لكل حاجة وكل شخص فينا سوف نعرف حل مثلا الناس اللي عندهم ما تنحب جباب أو اللي عندهم مشاكل على البجرة نعرف من غير السواء كين تقشير كين مزاف دي الحاجات هنا نبغي نعرف فعلا شكو الناس يقدروا هاد تقشير على مستوى المجهد ديالهم أو اللي كنسموه حنا القوماج سيفغي كين الناس يقدروا طبيعيا في الدار ديالهم أو هذا كروتين نبغي نعرف امتى والوقت واش حال واش نقدروا ندلوه في الصيف واش ندلوه في الشتاء واش في الخريف هكا هنشوفوا معك هاد الاسئلة هادي تقشير هنا تقشير كنسمعوه سهو عليه لا أعمل تقشير لما تعملش تقشير تقشير خاصك تعملوه في الشتاء ما تعملوش في الصيف كيني الناس اللي خاصهم يعملوه كيني اللاس لا دوي بشرة صمراء ربما يعطيش عليهم على دوي بشرة لبيضاء هاد المسائل كل احنا كنسمعوه اليوم معاك دكتور هين بابو نعرفو شنو الاصح نبدو بأول حاجة لأن كلمة تقشير أصلاً تخلع الناس كلمة تقشير كلمة تقشير أحسن اللي غا تكون بيض يعني باعها لحسب اللون البشرة ديالي ما غا تكون أبيض من هذيك اللي كينة غا تكون ما فيها شتر الصبات غا يكون فيها واحد الجمال السطحي والواحد النظارة السطحية دوك العملية ديالتقشير هو كيف ما قلنا إجراء طيبي دوك فاش كيقترحها لك الطبيب للأمراض الجلدية ديالك أنه تدير تقشير را همشي الهدف ديالو أنه يدرك وكونت خير ستونو بسان تيرابوتيك اللي هي وعرة وزوينا وما كترجع غيب الخير إلى الدارت مزيان وتختار لما الدارت وحدينا معها من بعد أشوال هدف ديال اليوم علشان هتروم هاد تقشير شكونا هم الناس اللي خصهم كيف ما نقولوا يسمعونا اليوم مزيان ويعرفوا أنه هم اللي خاصهم تقشير الناس اللي عندهم الندابات على الوجه كسس وندابات حب شباب أو ندابات من أسباب أخرى زرحات حرقات زرحات بديل صغار أو ليش حاجة اللي بقات هادوك الندابات تحفيز البشرة ولا تجديد البشرة كيخلينا أن ديك الطبقة السطحية اللي بيلينا فيها المشكلة بين اللي نفع الحفرة نساعدها على تجديد البشرة إذنك فيما أنا نجدد البشرة هذه الحفرة كتحاول أنها تطلع لأني بحالة كنصفت أميساج للخلايا القاعدية أو اللي سلو البازال في الجلدة وكنقول لها أنا عاونتك حييت الفوق وصفت لي شي حاجة أخرى بحالة مثلا كنحييت لها في نيجي جديد ودك جديد سيكون حسن لأنني كنكون أمبا غالا لعطة واحد الأدوية معينة اللي تحفز البشرة أنها اللي تسافت لي تسافت لي مقاد عطيها لماتيك برميار باش تعتني اللي بخود وفيني مقاد دوك أول حاجة هم الناس اللي عندهم الندابات والندابات كيف ما قلنا بجميع أنواعها كساس ودي الحب الشباب ولا كساس والندابات اللي جروح ولا حروق ولا أي حاجة أخرى تاني مشكل الجلدي اللي كيستفد بزاف من التقشير الكيموي واللي هو علاج فعال فيه هم التسبغات كساس والتسبغات الجلدية اللي سبابها غي تغير لون البشرة والهدف من ديال ديال التقشير هو توحيد لون البشرة أولا تسبغات مرضية كحروق مثلا اللي لون ديالها بقاس ناصح ولا كلف مثلا ولا وجود أشياء اللي خلت لي غيب واحد مثلا مرض جلدي معين كزيمة مثلا وصمر لي البلاسة ولا تفتيح المناطق الحساسة لأنه بطبيعتها في اللون فاشكي يكون البشرة ديال الإنسان غامقات المناطق الحساسة كتكون سمرة دوك ما فيها باس أن تدوك الأماكن ولا الركاب ولا الكوع ديالنا كلهما دوك مناطق اللي سدر بيعاتنا فيهم الخلاي السبغية كتر دوك ترصبات ديال مادة الميلانين فيها كتكون كتر واللون كي يولي بان سمر دوك اللي فتحتها كنعاونها أنها تحيي ترصبات وتعطيني البشرة اللي هي أكتر توحد في اللون مرة ما غتبلغها ما غتعطيني البشرة اللي هي فيها الأقل معلوك أغتي الكاملون أفكتي موكتولي أونيفيا ولا موحدة الحاجة الثالثة اللي نقدرون نديرو على قبلها التقشير هم علامات شيخوخة واشكا نقول شيخوخة ماشي بالضرورة هي سبعين ثمانين ولا تسعين عام شيخوخة هي يقدروا يبانوا تجاعد اللي هما سطحية على سلحة البشرة إلا أنا ديك البشرة ما كان غديهاش وما كان رطبهاش بطريقة منتظمة يقدروا يبانوا عندي مثلا عوامل ديال تأثير الشمس على البشرة وما يسمى التسبوغات بسبب الشمس اللي هما لي كيبانوا النعن الناس الكبار بحال بوقع سمرين على البشرة وما يسمى بلي لونتيغو سولير ولا فلي الدين بسبب هذك تعرض الأشياء على الشمس كان واحد نقول واحد البرمجة ديال الخاليات خربقات وبدأت تعطينا تسبوخ ماشي من طبيعتها وكي تراكم على البشرة حاجة أخرى نقدرون نديرو على قبلها التقشير هو مثلا ما يسمى بلستريتش ماركت أو تشريك للحم هذيك تشريك للحم أن البشرة تعاني وهي تحت ضغط معين والوقت اللي أنا كنمشي مثلا كنشجع البشرة السطحية أنها تحيد كنحفز تجديد بشرة جديدة وكتصف ديال بشرة أكثر لكتدرك ذيك الحفرة اللي كينا في تشريك نقدر ندير التقشير الكيماوي كذلك فقط لأنني بغيت هذيك البشرة ديالي تولي رطبة في الملمس ديالها مثلا ما عندي حبوب كتير ولكن عندي واحد الملمس اللي هو كيف نقوله حرش ولا المخرج ديال الزغيبة ديالوجيا كنحس بيهم ذوك فاش كان ديالك تقشير كان أوزيل جميع الشوائب السطحية اللي لاصقه في الطبقات السطحية واللي كتساعد على تحفيز نمو طبقات جديدة اللي جيت تقوضها ذوك الناس اللي قدروا يديروا تقشير بزاف ولكن التقشير ما كينش تقشير واحد لأن كيف ما قلنا أنواع وأشكال ديال مشاكل الجلدية تقشير كين أنواع كده على حسب المشكل اللي عندنا حسب بزاف الحواج أول حاجة تقشير اللي غندي المثلا التسبوغات ما شي هو تقشير ديال ناضات البشراء ما شي هو تقشير ديال ندابات المادة الكيموية اللي كي يختارها الطبيب كتختلف على حسب مشكل اللي انتجي على قبله كذلك ينين تقشير الخري اللي كيقدار يقترحه مثلا طبيب أمرات جلدي على موالي للحبوب ما شي الهدف دياله أنه يحيد الحبوبة من الهدف دياله أنه ويبسها ويساعدها على التخلص من المحتوى دياله دوك تقشير وأنواعه تختلف باختلاف أول حاجة المشكل الجلدي اللي جيت على قبله ممتاز ثاني حاجة هو لو البشرة اللي جاء على قبلها المريض مثلا كيف ما قلت إنسان اللي البشرة دياله داكينة ولا الإشنان اللي بشرة دياله بيضة اللي البشرة دياله بيضة تقدر دياله أي حاجة بدون خسائر ممتاز اللي عنده البشرة داكينة كتختار لو بوزيتيف والنيغاتيف باش ما يعطيك الآتر سيلبيا وهذا هو دور الطبيب في اختيار المريض لأنه اختيار كيف ما نقوله الاختيار اللي عوج كيعتك نتيجة اللي خيبة دوك من الول نختار شكونا هو المريض نختار المادة نختار المدة اللي غنديرها فيها على حساب طبيعة المادة المستعمالة وهنا المدة هي كنين شي تقشير ينقدر نديرو لك في وسط الصيف ونقدر تقشير لما نقدرش نديروه فشتا يكون البرد لأنه فترة فترة نقاها من بعد ذلك تقشير كتحتاج أنه يكون البرد ويكون ما كينش حس الشمش فيه ذوق أنواع التقشير بطريقة مبسطة تلعتة تقشيرات سطحية فترة نقاها قصيرة تقشيرات متوسطة فترة نقاها متوسطة وتقشيرات عميقة فترة نقاها عميقة هما اللي ما كيدروا إلا فترة الشتاء كيف ما نقوله هذا الأنواع ديالهم بالحدة ديالهم على حساب شحال آنف هذا التقشير السطحي تنذير فراتيا أن أزيل واحد كوش ولا دي كوش في الجلدة المتوسط مشيت الكتر والعامق حيتت الكوش الميتة في الجلدة ودخلتت في الكوش الحية يعني إلى تراشي مشكلة ولكن تعرض لأشعة الشمس من بعد كيرجع علي بتسبغات لأني نهيج تبصرة وما زال هي غفلتها ما زال ما عطتنيش الكوش الفقانيين اللي غريسيتها ولا كيف ما نقوله جلي أغريسي الوقت اللي هي ما زال ما قدرت شكون طبقات السطحية بقى في خاجيل بقى في خاجيل وخصها فطرة النقاها تكون كثيرة باش تقدر تكون جميع المراحل ولجميع الطبقات اللي حيدنا لها موسيقى 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 موسيقى